اشتركوا في القناة في الانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها يوم 7 سبتمبر من منطلق سياسي واستراتيجي محظ اردنا ان نؤسس لعمل سياسي جديد اردنا ان نؤسس وننظر لبرنامج رئاسي طموح يمكن ان يؤسس للتغيير ويفتح افاق جديدة للجزائريات والجزائريين على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي لذا سمينا برنامجنا الرئاسية رؤية لاننا اليوم بحاجة لنرى كيف يكون مستقبلنا لاننا اليوم بحاجة لنصنع افاق لاجيال المستقبلية ونبني مستقبلنا بانفسنا نديروا اليد في اليد باش نبنيوا بلادنا ونبنيوا بلادنا على اسس صحيحة ونعطيوا الفرصة للناس اللي عندها افكار وعندها برامج تتوافق مع التطلعات الشعبية ومع امالهم في العيش في كرامة وفي طمأنينة هذا حقنا وبلادنا تزخر بالخيرات اللي قادر تمكننا باش نعيش في امن وطمأنينة باش نعيش في رقي وازدهار انتزمنا بتحسين القدرة الشرائية عبر رفع الاجور رفع سلم الاجور الى ربع ملايين سنتيم للاجر الوطني الادنى الاجر الوطني الادنى والتزمنا ايضا بخلق اجر شامل للجميع يكون خمسين بالمئة من الاجر الوطني الادنى اي زوج ملايين سنتيم وهذا رايح يتوجه للنساء الماكيثات بالبيت راح يتوجه للطلباء راح يتوجه لذوي الاحتياجات الخاصة وراح يتوجه للناس اللي ما عندهاش عمل بطبيعة الحال ما رايحينش ما رايحينش نشجعوا الناس باش ما تخدمش لكن نقسوا لهذا الاعانات المالية ومن جهة اخرى نديروا كل اللازم علينا باش نخلقوا مناصب عمل وباش ندمجوا الناس اللي ما عندهاش عمل دائم في سوق الشغل الوطني شغل الوطني شغل الوطني اشتركوا في القناة